أهلا بكم جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية نشر مساء أمس الجمعة جدد التأكيد على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007 وأكد في هذا التقرير أنه في 30 من أكتوبر 2019 تبنى مجلس الأمن القرار 24-94 والذي شدد بمجبه على ضرورة توصل إلى حل سياسي وواقعين وعمل ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية كما صلت جوتريتش الضوء على الزخم السياسي الذي أفرزته عملية الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورس كولر بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية والتي تشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفي هذا السياق أشار إلى أن المبعوث الشخصي هورس كولر تمكن من إعادة دينامية وزخم ضروريين للعملية السياسية ولسيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب والبوليساريو والجزائر وموريطانيا وبعد أن شدد على أنه من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية جدد التأكيد على التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز في مسلسل الموائد المستديرة وأبرز المسؤول الأممي بشكل خاص موقف المملكة بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء اشتركوا في القناة